وصلتنا لتو مشاهدين الكرام كلمة لرئيس الجمهورية وجهة إلى الشعب الموريتاني بمناسبة عيد الأطحى المبارك وهذا نص الكلمة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الموريتانيون والموريتانيات يطيب لي أن وجه إليكم أكمل التهاني وأطيب الأماني بمناسبة عيد الأطحى السعيد هذه المناسبة الإسلامية الخالدة التي نستلهم منها القيم الإنسانية العظيمة المتمثلة في التضحية والفداء والصبر لنجسدها نحن في الوحدة والتضامن والتعاون والتسامع والتسامع على ذات من أجل المصلحة العليا بغية نهوض بالوطن العزيز إلى مجال التقدم والإزدهار أيها المواطنون العزاء في هذه المناسبة سعيدة لا يسعني إلا نتوجه بالشكر الجزيل والإمتنان لكافة الشعب الموريتاني على مظاهر التعاطف والتضامن وذلك بمناسبة الحادث الذي ألم بي أخيرا وأبشرهم أن الأمور على ما يرام ولله الحمد أيها الشعب الموريتاني العزيز أرجو من الله العلي القدير أن يديم علينا وعليكم نعمته الشاملة وأن يحفظ هذا الوطن من كل شر وبلاء وأن يعيد علينا هذا العيد في سرور وعافية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر